مشات فيها هاد المرة تخلوا جمعيات وغادي تحطوا شكايات ضد الهضرة اللي تقالت في المنبر الصحفي خوتي قبل ما غادي ندخلوا نقول لكم أشنوا واقع أشنوا طاري لأن المشكلة كبرات والمشكلة خوتي تحية لكم ما غاديش نطول عليكم في المقدمة تحية لكم كبيرة صحاباتي وحباباتي شكرا لكم وشكرا على لايكاتكم وشكرا الناس اللي كيتقابونا وجداد والناس القدام كذلك شكرا ومرحبا والف مرحبا بدون السيدنا المغاربة الجزائر تونس قاعد خوطنا العرب في المكانه قبل ما غادي ندخل ونقول لكم دخله معايا في الفيديو لكي اعرفوا ما هو واقع جدا وش هو طاري خوتي العزاس اذاكبنا ليدخلوا التعاليق قاعد في الميارات اذاكب ما ت44 على ادخل في الفيديو وكيكون مين تحتاج american, لا اعرف أنس mutة مأن لا تضر حافظوا الذي يقابو مياراتين Syria تعليق ديالكم على راسنا وعلى عينينا وكل واحد والرأي دياله يحترم حتى انتم متتبعين كتحلوا وكتعرفوا وكتفهموا وكتخلوا تعليقكم يحترموا سواء ايجابية سواء سلبية اخوتي الازاس تخلوا جمعيات غادي وضعوا شكايات ضد البدوية بخصوص الهضراء اللي قالت وراكم عارفين اخوتي الازاس البدوية بزاف اغلط اللي كتدير انا باش نجيكم من التالي هي ماشي كتديرهم عن قصد لا كتديرهم شرية قصدة كتديرهم وهي مفاهماش هي كيفما جاتها كيفما جاتها كتطلقها ومعارفاش العواقب ديال داك الشي اللي كتقول اي شنو هو غير كتجيها فراسة كتطلقها هنا غادي ندوز الواحد دا اللي راكم عارفه اللي كان وقع في رمدان ديال شنية هذا في قبابة شنية هذا في قبابة وبهر حي challenge ت bagus لأخير اليه كان ك experiاش تتعود senية Jamaica حتى من اللي كانهووهما فى الحFOSH future راءت دخلوا جمعيات def Fisher ch드�fin RE ماوديش ذلك سم سlaughs قال انا المشي قلن اذا اضح ف rôleت في قبابة وهوما تدخل جمعيات أو اهلا انتى لا يقول ايش اني هذا في القابلة انت بديتي ب واحد الاية القرآنية اللى هي سورة الفاتحة اللى بها انسان تبدأ الصالة بها قد تنكمله الايات القرآنية تبدأ بصورة الفاتيحة وعاد تتني بالصورات الأخرين انتي بها بديتي بديتي بها وعاد بنتشيني هذا في قبابة أنا هنا أنا مجيشي حاسبك بالعكس ولا جاية ضدك بالعكس ولا نبغيلك الحبس لا أنا حللت في ديك الانترفيو وحللت في الهادرة اللي قلتي وفهمت أنا فهمتك أنا كان هدر على رأسي فهمتك شنو قصدتي كين الناس أو تاني كين كلها ورأي دياله كلها ويحلل كيف مما أبغى وكلها وكينشوف كيف مما أبغى وكل واحد الرأي دياله كيتحتارب أما أنا كان هدر على رأسي أنا تفرجت وعاودت وعاودت وحللت وفهمتك انتي شنو قصدتي انتي من اللي دويتي قلتي بالزاف عليكم تتكون بنتي كدروا تفعلوا هذا خط أحمر الأعراض الناس عندهم بالنسبة للمرأك يكون عندها ولادة وعندها الزوج دياله ولا كيف ما بغى تكون سواء زوجة سواء تنقرح شو من إنسان نضربوه في أعراضه وندخلوه في تفاصيل هذا الشي خط أحمر بنتي مثلتي بنتي قلتي بزاف عليكم حتى تكون بنتي كدروا تفعل أنا بنتي فيها ثلاثة ضر رجالة كنسميها السي محمد عليه الصلاة والسلام هنا أخوتي أنا التحليل اللي حللت واللي فهمت واللي فهمتها شنو بغى تقصد هي أنا كلمة حق نقول أنا ما نجي معها ما نجي ضدها ما نجي معها ما نجي أنا تنجي في كلمة حق هذه الأغلاق كانت key هذرة تحدثي بهذا السي محمد كيف أنا تنجي معها ما نجي معها عرف شي رأسا الهذرة اللي كسجوله ما نجي تكون ما نجي بشربها الهذرة هي أخوتي اللي القصدات هم سأحصل نحاسبه لا سأحصل من البيوت المغربية والدول العربية في المنشور ستذكر نسمية اسمي يا سي محمد كينة كاينة بحل داب احنا في عائلتنا تبارك الله ياسي محمدات كاينين نقاع العائلة احنا كل شي مسمي كاينات دار في الدار واحد مسميين جو ثلاثة دي اسي محمد في دار واحدة مسميين ثلاثة في العائلة ابنا وما كانش الدار اللي ما فيهاش سمية اسي محمد يعني كو كانت اسمية اسي محمد كتتسمى كتسي للراسول عليه الصلاة والسلام الناس ما غاديش يسميه اسي محمد بالعكس شراف باش نسميه على واحد نابي للله سبحانه وتعالى كان مكرمه هذا من جهة لان اسمية اسي محمد مع امرها كانت موسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام هي من الدوات قالت انا بنتي فيها ثلاثة درجالة غادي نسميها السي محمد عليه الصلاة والسلام يعني ماشي هي قالت انا غادي نسميها يعني حاش احنا مثل راسنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ماشي مثل راسه هي بانا زعماء بنتها لا انا هاتشي اللي حللت و هاتشي اللي اللي اديت و جبت وفهمتها شنو بغا تقصد يعني كفما اراها بزاف يخرجوا بزاف واش ما كيناش سمية اسي محمد اسمية اسي محمد كاينة مسمية حسنها انه انا ما بغا يلاحظ إشاء الناس يافرناه قد قضاء听 اثناء هو هاة هذا خوتي العزاز قادية هذه بعدها انا ما بجاتني فيها و متسمحوا لي ما يسامنوا لي ما شي سقولوا سميوا لي ما شي سالة يعني ما كينتشي اساءة اه للرسول عليه الصلاة والسلام اسمية سي محمد الحمدلله كاينة كي يسميو هالنس بزاف ما كيشش شي اساءة اه هنا خوتي احنا ما نبغي الحبس احدار شي واحد انا والله ما نبغي الحبس لا لها ولا لغيرها ولا غير غيرها لا نضغي الحرس للشي واحد ولكنني هنا هي كادر اغلاط بحال مثلا قالت هذه الكلمة للناس بزاف عبقوا عليها صاحب القانعوات كلها وكيف اشفهم الطريقة ديها وزادي تكملتها مني قالت هي حرق الجد اللي ما ينعج الجد كينشي جدود اللي ما تفشي قرون اللي بشيت بحت وقلبت ما تلقى تدراسه ما بقعوش فاخوتي انا كتمنى بحال ده بها الجدود اللي كيتنعلو التاصيلة والفاصيلة تبقى بعيدة وبنادم لي معك في اليوتيوب ولا جبدك عطاه اللي في اليوتيوب اما نعلو الجد واللي ما ينعج الجد واللي معاين تلقى فينك توصلوا ولا ورا تتوصلوا شي قرن شي جدود ما تفشي قرون كيف ما تقولوا كيف ما قلت لكم انا حلت جاتني ما عنده حتى شي اساءة بالنسبة نابع للصلاة والسلام عادي اسمي محمد تسمى في اي بيت وفي اي دار وفي اي بلاصة كيف تلقى محمد رعا كاينة يعني اخوتي كاين كيف ما قلت لكم الاغلاط هم اللي كتبقى تغلاط بزاف كتسب الجدود كتنعل الفاصيلة والتاصيلة وما نعرف تشنو والريه دي هاتش اللي ما نقول احنا نطلب لها الريه ديها هي كتخرج ماشي كتدر عن اذا ما كتقصد ولا يمكنني هي غيغها دية وكتقول وهاتش هادا رغة تبقى هادي هادي دس هادي دس حتى الشي مرة وغادي تجي فيها كيف ما تقولوا طايحة لا نفهم ما نبغي ولا لها ولا لغيرها حتى الشي واحد ما نبغي له الحبس شكرا لكم كان هذا هو الفيديو وتحية لكم كيف مما حللت انا المهم تحليلي هو هذا شكرا اللي عجبو يخلي تعليق واللي ما عجبوش كذلك يخلي تعليق وكيف مما قلت لكم تعالق ديكم على رأسنا وعلى عينينا شكرا لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله بإذن الله السلام عليكم وصبحكم باركة